السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرة لهذا اليوم التنظيم الفني للضرائب ولدراسة التنظيم الفني للضرائب لابد لنا من دراسة وعاء الضريبة والسعر الضريبة وكيفية تحصيلها فضلا عن المشكلات التي ممكن أن تواجه السلطة الضريبية عند تحصيل أموال الضرائب فنأتي أولا إلى وعاء الضريبة وللبحث في وعاء الضريبة لابد لنا من اختيار أساس فرض الضريبة والمناسبة التي ممكن للإدارة أن تستغلها أو تنتهزها من أجل فرض أو تحديد المادة الخاضعة للضريبة فضلا عن تحديدها من حيث الكام والكيفية فإذا للبحث في وعاء الضريبة لابد من معرفة أساس فرض الضريبة والمناسبة التي ممكن أن تنتهزها الإدارة من أجل فرض الضريبة وثالثا المادة الخاضعة للضريبة كما وكيفية نأتي أولا على الضرائب على الأشخاص لدينا ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال الضرائب على الأشخاص من اسمها ضرائب على الأشخاص إذن أنا أستغل وجود الشخص كشخص في هذه الدولة أساسا لفرض الضريبة وضرائب كانت في الأصول القديمة ضرائب على الأشخاص نوعا الأولى اللي هي ضرائب فرضية بسيطة اللي هي تنفرض على كل الأشخاص بغض النظر عن مقدرتهم التكليفية بغض النظر عن قدرتهم على دفع الضرائب بغض النظر عن أنه عامل أو لا يعمل أو عند مشروع أو صاحب رئيس مال أو صاحب دخل لا هو مجرد كون شخص بهذه الدولة إذن أنا أفرض علي ضريبة هذه ضريبة الفرد البسيطة اللي تنفرض على جميع الأشخاص بنسبة واحدة أما النوع الثاني فهي ضرائب الفرد المدرجة اللي تتميز أنه لا هنا بها تدرج مو كل الأفراد تنفرض عليهم ضريبة موحدة لا هنا ممكن تكون أكو اختلاف بالضرائب وبنسبة الضريبة حسب الجنس حسب النوع حسب العمر حسب العمل إذن هنا أصبحت بها تغييرات بس هي بالمحصلة تنفرض على الشخص نفسه على وجود الإنسان بغض النظر سواء كانت بسيطة أو مدرجة هذا النوع من الضرائب تقريباً اختفى ليشري أنه إهانة الكرامة الإنسان لأنه هو يعتمد على وجودك أنت كإنسان مو على عملك ولا على دخلك ولا على رئيس مالك والضرائب كما نعلم أنه تفرض على الأشخاص حسب المقدرة التكليفية وليس حسب وجودك كشخص في هذه الدولة حسب وجودك كإنسان بهذه الدولة لا إحنا نفرض حسب المقدرة التكليفية نأتي إلى النوع الثاني من الضرائب اللي هي الضرائب على الأموال وهنا لازم نعرف أن الضرائب على الأموال هل تفرض على الدخل أم على رئيس المال فيهما أكثر قدرة يكون المكلف أكثر بها قدرة على دفع الضرائب فنأتي أولاً لتوضيح كل منهما أولاً الدخل الدخل يختلف مفهومة من دولة إلى أخرى من حسب القوانين حسب الأنظمة حسب التفسيرات بس الدخل بشكل عام يعرف أنه قيمة نقدية يجينا الدخل قيمة نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود إحنا قلنا الدخل يستلم أو أموال الضرائب تأخذ بشكل نقدي قلنا ليش ما تأخذ بشكل عيني ليش لأنني إذا أخذت محاصيل أحتاج إلى تخزين وممكن تكون معرضة إلى التلف وهي كلها خسار بالنسبة للدولة فإذن هي قيمة نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود تأتي بصورة دورية أو قابلة للتجدد من مصدر مستمر أو قابلة للإستمرار يعني الموظف الدخل اللي يحصل عليه هو شنوه؟ هو نقود أو قابلة للتقدير بالنقود هل يحصل على هذا الدخل أو الراتب بشكل دوري؟ نعم بشكل دوري وقابل للتجدد هذا الراتب من مصدر مستمر أو قابل للإستمرار طبعا مدام هو موظف ويعمل ما أحيل إلى التقاعد أو ما أكو ألي أي إشكال يعلم دين فصل إذن هو مصدر مستمر وقابل للتجدد ويحصل عليه بالشكل النقدي هذا الدخل كما أنه أكو تعريف ثاني إلى الدخل حسب قانون ضريبة الدخل لعام 82 أنه هو الإيراد الصافي للمكلف الذي يحصل عليه من المؤصدر المبينة وفقا للمواد القانونية إذن هو دخل صافي بالنسبة للمكلف هذا بالنسبة للدخل قلنا لازم يكون النقود يحصل عليه بشكل دوري من مصدر مستمر أو قابل للإستمرار هذا بما يخص الدخل الثابت الذي يحصل عليه الموظف أو العامل أما رأس المال فانعرف بأنه مجموع الأموال العقارية المنقولة التي يمتلكها الشخص في لحظة محددة سواء كانت هذه منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات أو غير منتجة إذن هو مقدار أمتلك من ثروة من أموال من عقارات أمتلكها سواء كانت منتجة أو غير منتجة أو منتجة الدخل نقدي أو عيني أو غير منتجة بس هي ثروة أنا أمتلكها وهنا الدخل الذي نأخذه الذي يتحصل من رأس المال هو تيار مستمر خلال فترة معينة اللي هو خلال سنة يعني أنه هذه الثروة خلال سنة جد حققت لعائد هذا العائد اللي هو يكون خاضع إلى الضريبة الواقع المنشئ للضريبة يعني شنو الأساس اللي على تستند عليها الدولة لفرض الضريبة شنو المناسبة اللي تخلي تتيح للدولة أنه تفرض ضرائب بحيث الأشخاص المكلفين يتنازلون عن جزء من ثروتهم المن إلى الدولة سواء كانت بالصورة مباشرة يعني سواء كانت الدولة خلال هالواقع تفرض ضرائب مباشرة على الدخل ورأس المال أو ضرائب غير مباشرة حنأتي على التوضيح أنه شنو الضرائب المباشرة أو الضرائب غير مباشرة من اسمها ضريبة مباشرة إذن هي تنفرض على ما أمتلك من الدخل أو ثروة بشكل مباشر أنا كموظفة عندي راتب فأني عن راتب ماتي الدولة تفرض علي ضريبة على الراتب الشهري على الدخل السنوي اللي أحصل عليه على الثروة اللي أمتلكها على أرباحي أرباح شركاتي على مقدار الثروة اللي أمتلكها تفرض علي مزارعي مصانعي تفرض علي الدولة ضريبة إذن هاي ضريبة مباشرة تروح مباشرة إلى دخل أو الثروة اللي أمتلكها الأموال اللي أمتلكها تفرض عليها ضريبة هاي ضرائب مباشرة أما الضرائب الغير مباشرة لا أخذ الضرائب اللي تفرضها الدولة على استهلاك السلع معينة على استيراد السلع معينة على التداول لما أنا أشتري سلعة هذه السلعة تكون مفروضة عليها ضريبة فهذه تكون ضرائب غير مباشرة وأحيانا ضرائب غير مباشرة تكون تكملة للضراب المباشرة أنا فرض الضريبة على الدخل أو رأس المال على المكلف بس هذا المكلف منها يروح يشتري سلعة من السوق هذه السلعة مفروضة عليها ضرائب قمرهية اللي هي ضرائب غير مباشرة فإذن من حيشتريها فهو هنا نهم تحمل جزء من الضرائب الغير مباشرة أثناء التداول أو أثناء الاستهلاك فإذن هي حلقة متكاملة بالنسبة للمكلف بدافع الضريبة وبالنسبة للحصيلة الضريبية اللي تاخدها الدولة فإذن الدولة هنا ممكن تاخد من المكلف كضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة زين أكو معايا نميز بها ما بين الضرائب المباشرة وضرائب غير مباشرة أولا من المعيار الإداري الضرائب المباشرة اللي هي يكون اسم المكلف موجود بجداول اسمية ومعروفة مقدار من نقول موظف تفرض على الراتب متى إذن الدخل ما أنت معروف المصدر ما أنت معلوم النسبة ما أنت معلومة بالنسبة للضريبة واسمي موجود حيكون بسجلات الضرائب كموظفة كعندي دخل تفرض علي الضريبة المباشرة أما الضرائب الغير مباشرة فهنانا إحنا ما ممكن أحددها اللي هي يعني إحنا قلنا على التداول وعلى استهلاك فهنانا أنا ما أقدر أحدد إنه فلان أو ما أقدر أقول إنه إي ناس هتروح تشتري هاي السلعة لا مو شرط ممكن أنا ما أشتريها فالضرائب المباشرة لا هنا أنا على دخلي هنا ندا تنفرض الضريبة الضرائب الغير مباشرة إذا أنا استهلكت السلعة فالضرائب غير مباشرة تكون ما معروفة لأن هي نتيجة تصرفات معينة ممكن أنا هاي السلعة استهلكها بس بعد فترة ممكن يتغير ذوقي ما استهلكها التجه إلى سلعة ثانية فإذا الضرائب غير مباشرة هي تعتمد على تصرفات معينة على واقعة معينة ممكن أنا أشتري السلعة أو لا فهذه ما ممكن تحدد على عكس الضرائب المباشرة اللي تحدد على أساس ثروتي أو دخلي اللي أحصل عليه هذا المعيار الأول المعيار الثاني نقل عبق الضريبة الضرائب المباشرة ما ممكن نقل عبقها يعني أنا الضريبة تنفرض على دخلي أو على راتبي أو على ثروتي أنا ممكن أنقل عبقها إلى شخص تاني يعني ممكن شخص تاني يتحملها على عكس الضرائب الغير مباشرة ممكن أنا أنقل عبقها شون؟ أضرب لك مثال أنا تاجر أستورد سلعة نتيجة استيراضي لهذه السلعة الدولة فرضت علي ضريبة ضريبة استيراض ضريبة قمروقية هاي السلعة اللي أنا أستوردها مثلاً الرز الرز البسمتي الدولة فرضت علي ضريبة قمروقية أنا من استوردته كمستورد فرضت علي الدولة ضريبة قمروقية إذن أنا هنا سعر الرز زاد لي الزاد؟ لأن أنا كمستورد أنا دفعت الضريبة للدولة دفعت الضريبة بس أنا هنا ما أريد أني أتحمل عبق الضريبة فاش أسوي أنا أحملها على سعر السلعة فمن أبيعها بالسوق هذا الرز اللي حبيعها أنا إذا كيس الرز بخمسين حبيعها بخمسة وخمسين ليش بخمسة وخمسين؟ أنا هنا جزء من الضريبة حملتها للمكلف فكل مكلف عفواً كل مستهلك حيجي ححمله جزء من الضريبة اللي أنا دفعتها فإذن الضرائب الغير مباشرة نقل ممكن أنقل عبق الضريبة إلى المستهلكين فهنا المستهلك اللي حيجي حيشتريها لهذه السلعة فإنما كأنما تحمل جزء من الضريبة اللي هي مفروضة علي أنا دفعتها بالأساس للدولة بس حرج أأخذها منوة من المستهلكين اللي يشتروا السلعة فإذن أنا هنا نقلت عبق الضريبة إلى أشخاص آخرين هاي ممكن تصير بالضرائب غير المباشرة بس بالضرائب المباشرة تنفرض على داخلي أو على الثروتي أو على الأموال اللي أنا عندي أمتلكها ما ممكن أنقل عبقها إلى شخص آخر المعيار الثالث معيار الثبات المادة اللي تتميز بالثبات والتجدد والاستمرار هاي تكون ضرائب تنفرض عليها ضرائب مباشرة ليش لأن مصدرها معروف وقابلة للتجدد أما اللي ما تتميز بالثبات ونتيجة تصرفات أو وقاع معينة هاي شي تكون ضرائب غير مباشرة محاضرتنا لهذا اليوم انتهت محاضرتنا القادمة إن شاء الله تحديد مقدار الضريبة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم